السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوزل عند طلبات الإخوان يطلبون مننا أن يقدموا واحد النموذج مثلا كيف تقدم درس في اللغة العربية درس الصرف والتحويل حاولنا نشارككم في هذه الطريقة يعني كيف تقدم درس الصرف والتحويل هو تقريبا نفسه نفس الطريقة التي تقدم مثلا في التراكب وحتى الإملاء يعني تقريبا نفس المراحل مثلا وضعيات الإنطلاق أو التمهيد يعني كيف كان من هذا الدرس ثم وضعيات البناء نقدم الدرس ومن بعد تأتي وراء الوضعيات مثلا التمارين نقدمه مثلا التمارين تقويميه ومن بعد تأتي التصحيح والدعم يعني هذا المراحل ومن بعد تقدم فيهم الدرس مراحلة التقديم أو مراحلة التمهيد ومن بعد تقدم فيها مثلا تذكير تذكير بالدرس الماضي ثم مراحلة التمهيد وضعيات الإنطلاق لنا وضعيات الإنطلاق ومن بعد تقدم فيها المفهوم الجديد الذي عندنا في هذا الدرس من بعد تأتي التقويم نرى التلاميذ كيف يفهمون هذا الدرس وعن طريق التمارين الذي يفهمه جيد ومن بعد تقدمه نحاول ندره الدعم أو نحاول نعيده الدرس من جديد لكي كل شي يفهم اذا نعطيكم مثال مثلا نضيف درس يسترفوا التحويل مثلا في الدرس الفعل المعتل كما تعرفون الفعل المعتل هو أصناف أنواع الفعل المعتل مثلا الفعل المعتل الأجوف مثلا الفعل المعتل الأجوف مثلا اللي قد عندناه هو الدرس أشخاص ينطيع في تمهيد تلك يمكن أن نطلب تذكير هذه التذكير في الدرس الماضي أي الدرس الذي جعلت في السمينة أو أسبوع الماضي يعني الفعل المعطل الأجوف أن سنعرف أن هو الوسط حرف العلة و الدرس الذي قبل منه يكون الفعل المعتل الفعل المعطل هو الذي أوله حرف العلة يعني هنا كتبتها ترعبrise الدراس الفعل معتل الأجواف ثم ناقص يعني من كان يقدم الفعل الأجواف ندر واحد تذكير مع تلام ديالي يعني مع الألواح ولو على الصبورات تمارين وسائل تعليمية باش كنذكرهم بالدرس لماضي ديال الفعل المعتل المثال الذي أول هو حرف علا من كان نفوت المرحلة الأولى اللي هي جيل تمهيد أو وضعيات انطلاق كانت جارة مرحلة الثانية لديه البناء لديه المفهوم الجديد اللي هو الفعل الأجواف فهذه المرحلة هذي غالبا في التصرف والتحويل والتراكب يكون لدينا واحد النص واحد النص اللي كتضمن المفهوم الجديد نص يقدر يكون ثلاث سطورة أو أربعة سطورة المهم غالبا إما في كتاب المدراسي كيكون وهذا النص يقرأوا التلاميذ ولا نقدر نكتبوه على الصبورة من لك نكتبوه هذا النص اللي كتضمن أفعال اللي معتلة من نوع الفعل الأجواف كي تضمنهم هذا النص هذا هنا كنبدأ مع التلاميذ دالي الدرس الجديد هنا بديت في المرحلة الثانية التمهيد اللي كانت هو مراجعة للدرس اللي فات تقريبا ديك خمسة دقائق تقريبا سالات كندخلوه في المرحلة الثانية اللي هي بناء المفهوم الجديد والتعرف على الدرس الجديد اللي هو الفعل المعتل من خلال واحد النص كان قدموا أسئلاتي على الفاهم واشتلاميذ فهموا النص كان نشرحوا بعض الكلمات الصعبة وهناك نبدأ الدرسانة مثلا كان نشوف الكلمات اللي فيهم الأفعال اللي فيهم الفعل الأجواف ونحاول مثلا نطرح أسئلة باش تلميذ يخرج ليا الفعل الأجواف من النص يأما أسئلة الفهم كتضمن الجواب تاعها كتضمن الفعل الأجواف ولا نطلب من التلاميذ يخرجوا ليا الأفعال اللي فيها حراف العلة الأفعال اللي فيها حراف العلة سيخرج لنا الفعل المعتل و سيخرج لنا واحد الفعل الجديد لما زال ما تعرفوش عليه هو الفعل الأجوف هذا الفعل الأجوف، سيحاول نكتب، نطلب من التلاميذ يكتبون، التلم تعلمين يكتبون الأفعال اللي استخدرو على الصبورة ومن بعد نحاول نتطروا هذا الجدول، ندير فيه الأفعال المعتلة المعتل اللي يعرفينها ولكن نقول لهم اليوم ما لدينا واحد الفعل الجديد ما تعرفناش عليه يبدوا يلاحظوا ويكتشفوا هذا الفعل هذا فين عنده حرف العلة كان في الأول لا ماشي في الأول إذا ماشي مثال فين عنده كان في الواسط إذا هذا النوع هذا الفعل المعتلى عنده حرف علة في الواسط أش كنسميه كنسميه مثلا يقدر يكون شيء تلميض عارفها ما كانوش عارفينه كنقول لهم بأنه الاسم يجاله هو الفعل الأجوف ثم نقلب بالفعل الثاني في النص للفعل الثالث حتى سننرى بأن هذه المفهوم التي ترصخها عن تلميض سننعطيهم على أول تاني تمارين تمارين يعمل للألواح وممتعله بالكتاب المدرسي وممتعله السبورا ونعطيهم أفعال ونقول أنه سنحاول لهم فيفعل أجوف ويبدأهم يختاروا هذه الفعل فعل الأجوف ونراجعهم من التلميض بشهد أجوف وحتى ترسخ المفهوم في المرحلة التحليل والنقاش نستخرج منها القاعدة نطلب من التلاميذ ما هو الفعل الأجواف كيف يبدو التلاميذ يقولوا الاستنتاجات والمفاهيم الفعل الأجواف والذي يوجد في حرف العلة في الواسط الفعل الأجواف والذي هو واسطه حرف العلة حتى ترسخ المفهوم لدى التلاميذ كما قلنا التمارين والقاعدة كتبوها تيال السبورة كتبوها التلاميذ على البفاطير عادة كندلوا مشاريع التمارين داعما لي مازال مفهوم ليس كنعود أن نشرحه ليه إذا هالي الطريقة غالبة لكتستعمل سواء في الصرف والتحويل أو تتراكيب يعني ديما وضعياتها الانطلاق من بعد وضعياتك يوجد واحد نص كان هو اللي فيه الظاهرة اللي غادين قرروا اليوم كان نحاول نشرحه النص ثم كان نستخرج الظاهرة من النص ومن بعد كان نديروا تحليل ومناقشته عن النص وكان نخرجه باستنتاجات من هاد النص لاستنتاجات حول الظاهرة يعني القاعدة جل هاد الدرس هادا ومن بعد ما يستخرجوا القاعدة كان نديروا تمارين تطبيقية كان نديروا تصحيح تعمل إذا نتمنى بأن الفيديو هذا يكون وضح واحد وخاغر شوية حول طريقة قديم الدرس وجعل الصرف والتحويل ونتمنى أنه إذا كانت تكون شيء صفتارات لأسئلة ترحوها علينا ونحن إن شاء الله نحاول الإجابة عليها وشكرا جزيلا لكم